تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة محمد بن أحمد البواردي والذي هنأه فيه بمناسبة توليه لمهام منصبه الوزاري الجديد وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لنظيره الإماراتي على هذا الاتصال والمشاعر الأخوية الصادقة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أوجه تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين